السيد الرئيس، مساء الخير السادة الحضور، كل سنة وحضراتكم طيبين ومساء الخير والأمل والسرور علينا جميعاً وعلى مصرنا الحبيبة النهاردة إحنا مع بعض مجتمعين علشان نحتفل سوا بمرور خمسين عام على نصر أكتوبر المجيدة وأنا الحقيقة قبل بكمل كلامي أحب أقول إن شهداءنا العظام اللي إحنا فخورين بهم بنحييهم وبنقول لأهليهم إن هم في قلوبنا دايماً وعلى بالنا على طول الحقيقة برضو أحب أطلب من كل الأمهات والآباء إن هم يحكوا لأولادهم عن حرب أكتوبر نصر أكتوبر العظيم ويقول لهم إن مصرنا ليست فقط حضارة قديمة لكن أيضاً حضارة حديثة فيها كل الحاجات الحلوة اللي نقدر نروح فيها كرحلات نتسلى ونفهم ونسقف حرب أكتوبر الحقيقة برضو وأنا فخورة إن إحنا دلوقتي في مصر عندنا قناة وثائقية جديدة بتقدم وبتوثق بشيء مبهر ومشرف لكل حاجة بتحصل في بلدنا وكمذيعة تليفزيونية وكفنانة كان لي الشرف وفرحت قوي قوي لما قالوا لي أنت حت تشتغلي في فيلمين الأول كان فيلم واحد وبالفعل كلمني الأستاذ رمصيس نجيب المنتج وقال لي حنتقابل مع الأستاذ إحسان عبدالقدوس وطبعاً اللي بيحب القراءة عارف إحسان عبدالقدوس بيروح فين لكن كتب الرصاصة لتزال في جايدي كنت سعيدة جداً جداً وأسعد بقى قالوا لي أنت حيبقى اسمك فاطمة وبتمثلي مصر فرحت قوي وبعد كده بعدها بسنة نفس الحكاية لكن كانت زوجة بطل من أبطال حرب أكتوبر المصابين في حتى آخر العمر وكانت من كتابة وتأليف الأستاذ يوسف السباعي انبسطت جداً ولغاية دلوقتي في ذاكرتي فاكرة قصتي مع الفيلمين دول واستنيت كمان يبقى 76 و77 وأحب أقول لحضراتكم جميعاً أن الجيش، جيش بلدنا قد كل المهمات وكل الأسلحة كانت حية الدخيرة، الدبابات، القوارب المطاطية اللي عدوا بيها كلها من الجيش المصري من فترة رحت أنا أول ما تم ترميم قلعة صلاح الدين رحت علشان أشوف المتحف الحربي القومي ولفت نظري كم كبير من القاعات اللي بتقدم المقتنيات للجيش المصري وأيضاً جيش الأسرة الإسرائيليين ولفت نظري بقى الدبابات فلقيت دبابة كاكي ودبابة زتوني لقيت الدبابة كاكي مصورة المدفع رفع رأسها للسماء الكاكي اللي هي الزتوني لقيت مصورة المدفع بصة للأرض فسألت قالوا دي معنى الهزيمة شكراً أنا الحقيقة بحكي الأولادي عن نصر أكتوبر ودلوقتي سعيدة ومبسوطة ومزقطتة جداً أن أنا بحكي أيضاً لأحفادي أعتذر عن الإطالة وأشكركم شكراً جزيلاً وكل سنة وأنتوا طيبين اسمحوا لي أدعوكم للاستمتاع بجلسة نقاشية بنشوف فيها مجموعة من الأسدزة العصر وحرب أكتوبر ودرسوا وبيدير هذه المناقشة الزميل العزيز الإعلامي المذيع أسامة كمال فادي لأسامة